من السودان إلى تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والذي كان حاضرا في القاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب بجماعة الدول العربية هذا الاجتماع الذي عقد في القاهرة شهد لأول مرة منذ 13 عاما حضور وزير الخارجية التركي لاجتماع وزراء الخارجية العرب هاكان فيدان كان له تصريحا لافتا يقول فيه على العالم الإسلامي أن يفعل كل ما هو ضروري لحماية الحرم القدسي الشريف ونحن نرى هذه الانتهاكات المتتالية من قبل عصابات الكيان الصهيوني في اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في تدنيس الصهاينة والمستوطنين للحرم القدسي الشريف ونرى أيضا في ضوء هذه الانتهاكات المتتالية نرى استهداف واضح للمدنيين من النساء والشيوخ وأطفال من قبل عصابة الكيان الصهيوني باستخدام أسلحة فتاكة ضد عدد كبير من الأطفال والنساء في قطاع غزة وسط صمت دولي تركيا الآن تنادي على العالم الإسلامي بضرورة الاتحاد بضرورة التحالف من أجل إيقاف التوسعات الإسرائيلية رئيس أردغان يقول بأن المقاومة الفلسطينية لا تدافع فقط عن غزة أو عن فلسطين هي تدافع عن كامل أراضي الأمة العربية والإسلامية ضد هؤلاء من أصحاب الأطماع التوسعية رئيس أردغان يقول بأن المقاومة الفلسطينية تدافع عن تركيا تدافع عن كل بلاد المسلمين وهذا يظهر بأن هناك دعم تركي كبير للمقاومة الفلسطينية لكن هذا الدعم في حاجة لمزيد من الخطوات التفعيلية في ضوء دعم غربي كبير جدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي والدليل على ذلك هذا الدعم الذي نراه يتمثل في تقديم أحدث أنواع الأسلحة والقنابل الفتاكة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لبن يمين نتنياهو ولجيش الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية نرى بأن ردة الفعل على مستوى العالم الإسلامي لا ترقى للمستوى المطلوب ترجمة نانسي قنقر